اليوم سنتحدث بإذن الله تعالى عن ليبيا وتحديدا حول الخلاف الجزائري التركي في المشهد الليبي ترى إلى أين سيصل هذا الخلاف؟ هل سيتوقف إلى الحد الذي هو عليه؟ هل سيتجاوز خلافات دبلوباسية غير معلنة وخلافات سياسية هي إلى أمور أخرى قد تصل إلى المواجهة سواء على المستوى العسكري أو المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي في المحافل الدولية بين تركيا والجزائر ترى إلى أين ستصل هذه الأمور خاصة في ظل مسودة الدستور الجزائري التي لأول مرة يتم تحرير الجيش الجزائري مما كان محرما عليه من قبل دستوريا ويتمثل في إمكانية قيامه بمهام عسكرية خارج الحدود الجزائرية الحقيقة أنه ننطلق من التصريحات آخر تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والتي قال فيها ما عدنا عقد أحتمعا واحد أحدا رانا نقول لكم يا ليبيين كونوا ليبيين هذا ما كان الدم اللي راي يسيل دم ليبي ما هوش دمت على الناس اللي راي تدير في حرب الوكالة وفي النهاية تقتلوا ألف ألفين تقتلوا بعضكم بعض ديروا راجعين للطاويلة نتعلم المفاوضات أبدأ بالمفاوضات ورأنا هنا باش نساعدوكم وحنا التدخل في ليبيا تدخل سليم دول العظماء معترفة به بللي لالجيري ميو بلاسي بورفير لابيو مثلا ما عدنا أطمعتها والسعية ما عدنا أطمعتها اقتصادية عدنا بغين الدم اللي بي يحبس ونحموا حدودنا ونقول لك قلتها ورحمي ربما بعد الرؤسة اللي حضروا في برلين وحضروا من بعد قلتها بشراحة أنه تهارها في ربع شهر قلت الشي اللي صارت في سوريا بديت جسد في ليبيا وتخنى فيها وتقريب نصر الأطراف اللي كانت متسارعة في سوريا رغم متسارعة في ليبيا وقلت في حالة ما ما تحبسش الشي ما تزاوج أنا ماشيش الشي ما تع سوماليا ميو الغدوة لأخذت طابع آخر وربما فيه ناس بغين يجرونا لهذا هذا هذه الكيسيان سيدي بغين يجرونا نحن ما ندخلش المصلحة الوطنية تقضي أننا يكون سلم في حدودنا إحنا ليبيا الشي اللي رح صاري فيها هذا ضرب وواحد يتغلب اليوم والآخر يغلب غدوة وهذي السلم ما يكونش هاك وقلتها في أوسع لأوسط بلا ما نتكر الأسامي بلا ما نتكر هذي بغوا مشاركة الجزائر كل أطراف الليبية ورعم يسمعوا فيها كل أطراف الليبية مننا ومننا قال لك إحنا عنا تيقى في الجزائر تقربية الدولة الوحيدة اللي قادرها تلقي بنا بين الفرق وكنا ديري باش لقوهم هنا ويجو يمضوا هنا في دولة أخرى قال تلاقي يجو يمضوا عندي دولة أخرى قال يروح الله يسهل حسنا يهمنا الدب اللي بي يتوقف وازدواجية في الكلام في برلين تفاهمنا وتحت أوامر المجلس مجلس الأمن وفي برلين حضروا معنا خمس كبار أعضاء أنتعنا الأعضاء دائمة عن مجلس الأمن وتفاهموا على أساس لا مرتزقة ولا سلاح مجلس يدخل ليبيا كل الناس بصموا بالعشرة كما يقولوا شهر من بعد دولة دخلت 3400 طن تعتاش له واضح جدا أنه أشار إشارة من دون أن يسميها إلى الجانب التركي وذكر قضية أنه تم إدخال الأطمان الأسلحة وكذا وكذا وهذا مؤشر حقيقي يدل على عمق الأزمة الجزائرية التركية في المشهد الليبي ترجمة نانسي قنقر